ليلة أمس تحركت القوات العراقية قوات مكافعة الإرهاب مع الجيش العراق البطل من قاعدة القيارة باتجاه مفرق القيارة باتجاه مفرق الحضر وقد تم بعون الله والحمد لله تحرير هذه المناطق مفرق القيارة وصولا إلى مركز شرطة صلوبي متجهة إلى مفرق الحضر نحن بدورنا نقدم شكرنا وامتناننا لهذه القوات وندعو القوات وأهلنا بالبقاء في أماكنهم وعدم النزوح لأن الدواعش هما أقلاء وقد هربوا من هذه المناطق آملين أن يتعاون الأهالي مع القوات الأمنية وأن القوات الأمنية تقوم بدورها المهني بالحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكات المدنيين لا يوجد هناك وقت طويل لتحرير محافظة نينواء ونواحيها وقراها ولكن الخطط العسكرية قد وضعت وهذا خاص بالقوات الأمنية ولكن هذه الخطط تعتمد على مباغاتة العدو والحفاظ على أرواح القوات العسكرية والأهالي المدنيين في هذه المناطق